أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخودوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يدرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لهو صحاب يدعونه إلى الهدى أتناء قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تهشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم ليبيه آسرا تتخذ وصناما آلهة إني يراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلقال لا أحب الغافلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلقال لا أحب الغافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلقال لا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قومي إني بري مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشركون به إلا إن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بزلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى سراط مستقيم ذلك خد الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبت عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا وتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذره ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافزون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا ويديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم أن آياته تستقبرون ولقد جيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاكم الذين زعمتم عنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وذل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإسباح وجال الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فسلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي ينشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فسلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء من فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا وهو الذي أنزل من السماء من فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من تلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا يأتي لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وارد عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أوت عليهم ببكيل ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم ومن كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تغيانهم يعمهون